معنا درواتي على التليفون تحياتي يا دكتور و أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بحضرتك لو نتكلم أكتر عن دوركم في المجلس بالتزامن مع قطة مصر لدعم ذوي الهمم بسم الله الرحمن الرحيم المجلس القاومي لأشخاص ذوي العاقة تأسس 2012 لكن تلاله قانون في 2019 هذا المسمى قبل كده عشف المجلس القاومي لشؤون العاقة المجلس دي المجالس القاومية كلها مسؤولة عن رسم السياسات والتنسيق بين الوزارات المختلفة علشان يخدموا الفئة المسؤولين عنها إضافة للتوعية ورفع كفاءة وإمكانات الفئة اللي بيخدمها المجلس حضرتك يعني من ساعة ما تعمل وإحنا على تواصل مع قائد المختلفة تزليل الصعودات اللي بتواجه أشخاص ذوي العاقة يمكن حصل نقلة كبيرة جدا في شغل المجلس ما بين بعد صدور القانون 2018 وقبل صدور القانون القانون اللي أطلق الرئيس 2018 غير حاجات كثيرة جدا أي حد عايزة أخبرها حضرتك لازم يكون عنده مرجعية قانونية ستند عليها كانش عندنا مثل هذه المرجعية القانونية فكان الكلام كله بالإقناع والإدان حقهم وكان كثير من الناس بتستجيب وبعض الناس مستجيبش لكن دلوقتي بعد 2018 الدولة كلها حكومة وخصة بمجتمع مدني كله تحرك المحسين فيه السنة القانونية وده شيء من يقدروا جدا للسرط رئيس في هذا الموضوع بالمناسبة دي مش مجاملة حقيقة إحنا عيشنا سنين طويلة يتم الالتفاف مع الأشخاص الزراعة فقط في مواسم وبشكل يعني مش دائم دلوقتي بقى عندنا استمرارية لأن فيه قانون روض دي عامل الزاء الكبيرة جدا ومنزلنا بالنصق بقى مع الوزرات بالله في التلبية تحتاجاتهم نايم نعتمير حقوقهم لهم زيارهم وبعده في بنقدم بقى الحلول المقترحة فلدي مشكلات نقدم دعم الفن للوزرات المشكلات اللي بتجينا بتحطيها حلول وبنشتغل عليها مع الباسولين ده معظم الحاجات التي نحن بشتغلها طيب أنا محتاجة أعرف من حضرتك يعني ذكرت بعض التوريخ والتوريخ دي مهمة جدا سواء كانت فيه 2012 و2019 اللي تغير من بعد 2018 لأن ده كان العام الخاص بذوي الهمم في مصر وبالتالي كانت تشريعات قانونية كثيرة تغيرت وبعض النقاط اللي هم كانوا محتاجينها والاهتمام بهذه الفئة يعني ما بقاش مجرد شعار يعني مصر بترفعه لا ده بقى فيه حقائق على أرض الواقع إيه أبرز المتغيرات القانونية والدستورية اللي كانوا فعلا محتاجينها الفئة العظيمة دي في مصر ولقوها من خلال هذه الأعوام بص حضرتك الموضوع ابتدى بالنسبة لنا هنا ودول كتيرة جدا فرقت معانا جدا صدور التفاقية الدولية لحقوق الأشخاص العاقة ستاة 2006 مصر كانت أواقع للدول اللي صدقت عليها حضرتك لما تشوف الدول القبل وبعد تصديق على التفاقية وصدور القوانين محلية مرهد حسينة ضيارة إحنا نفس الوضع 2008 مصر ستاقت على التفاقية 2014 طلع الدستور وبينص في معظم تسع مواد على الأشخاص العاقة نفسي صريح 2012 تأسس المجلس 2018 طلع قانون حول أشخاص العاقة 2019 طلع قانون إنشاء المجلس 2020 طلع صندوق دعم ورعاية الأشخاص والعاقة فبعند حضرتك بنية تشريعية كانت الفئة دي محتاجاها علشان تقدر تستخدمها زي ذلك لما بتطلع القوانين مع الاحتياج مع الدفع الكبيرة من القيادة الساسية بتتميسيها على الأرض الواقع فيه خدمات الخدمات دي هي أساسا حقوق من حقي نركب مواصلات عامة دي زي غيري بدأنا نشوف أوتوبيسيات مجهزة بتنزل بدأنا نسمع عن المرافق الجديدة اللي تتعاملت لترعي الأشخاص زي والعاقة بدأنا نشوف النهاردة مزارات جاي ترميم حليب يعني بشتغل محافظات دلوقتي على تطوير الأرصفة وأماكن الانتظار بدأنا نشوف مصالح حكومية بدأنا من التعديلات في مداخلها ومرافقها الداخلية مشى الموظفين والمرتدين العالية بدأنا نسمع الإعلام بيركز مش بس يوم الإعلام اللعاقة اللي وبتدى من سنة 92 تغيرت دلوقتي لا بدأنا نشوف برامج وبعدنا نشوف تخطية الأنشطة مختلفة مسابقات ثقافية وفنية مش تلك فيها أولادنا كانش مسموحة كانش مرئي بهذا الشكل قبل كده التعليم لما بدأنا النهاردة نبص في فرص ومتاحة الطلبة تخش طالما النهاردة عنده قدر أنه يخش التعليم الجميع قبل كده كان مقصور على بعض الموضوعات النظرية في بعض الكليات لا فيه طبعا لا وزال صحيح لسه قدامنا طريق لكن البداية اللي احنا قدناها وزال ما نقول العجلة دارت ما كانش موجود قبل كده خالص دكتور أشرف خدالي فهم طيب لو احنا بنتكلم على تعامل مصر بقى مع فئات ذوي الهمم يعني حضرتك أكيد عارف أن ذوي الهمم فيه فروع كتير جدا وأشكال كثيرة جدا من الإعاقة سواء كانت إعاقة بصرية إعاقة سمعية متلازمات زي متلازم الدعون إزاي بيتم الاهتمام بمختلف أنواع الإعاقة في مصر صحيح ما احترامنا للشديد طبعا الأشخاص والإعاقة الأخدافهم وإحنا نتعام معهم مش بالتصنيف هو شخص شخص لها قدرات ولها إحتياجات ما بكلمش من الناحية النفسية فإندم أنا بكلم من ناحية الأحتياجات اللي خاصة بالإعاقة اللي عنده أنا بحكي لحضرتك آه ف holiday الشخص النهاردة اللي عنده إعاقة بزنية محتاج تيشيرات إيطاحات عشان يقدر يتحرك والشخص اللي عنده إعاقة بصرية بحاجة إيطاحات تكنولوجية مشة دايزة يستقبل المعلوم الشخص اللي عنده إعاقة سماعية بحاجة بشكل أشكال التواصل لغة الإشارة عشان ياخد المعلوم فالإتاحة دي حضرتك بياخدها الشخص حسب إياكم لما نيجي النهاردة أحد عنده أقاة بدنية مثلا باتري في أحد أطراف فهو محتاج جهاز طعويدي لكن الشخص اللي عنده أقاة سماية محتاج سماعة. الدولة بقى بتشتغل على الكلام دي. حاجة كمان احنا لمستها والتماع يمكن نعرفها النهاردة الكشف المبكر ده ما كانش موجود بالشكل اللي احنا يعني شفناه الفترة الأخيرة على الأطفال. طبعا الحديث أولادة كان يكشف على احتمال اللي يكون فيه مشاكل صمم كانش موجودة بلكده تفرد داخل مشاهدات للتطعيم والكشف انه يكشف على السماء إضافة لموضوع بتاع الكشف على بعض مسببات الأعاقة زي في الكنتينوريا والكلام ده كله والغدة الدرقية بدأ الاهتمام به الكلام ده كله عشان نقي الجيل الجاي اللي عنده مشكلة. رتيجة النهاردة في مجال زي التعليم النهاردة حضرتك احتياجات الولد اللي عنده يعني صعوبات تعلم غير الولد اللي عنده صعوبات في استعمال أطرافه لكن الكلام ده مع الدمج بقى يتوفر ودخل التكنولوجيا والأجهزة المساعدة فست ساعة فيها في التعليم فالنهاردة تجهيز الجامعة مرفقات أو مرافق بتاعتها عشان تناسب طالب اللي عنده عراقة حركية أو سماعية أو بصرية كل الكلام ده توجد فكل حاجة حضرتك طيب سياسة الدمج بقى بتتم على أساس إيه وهل يعني فيه إحصائيات بأعداد دوي الهمم في مصر فبالتالي بيتم التعامل على الأساس ده في ثقافة الدمج وسياسة الدمج في مصر حضرتك بالنسبة الموضوع الدمج في التعليم طبعا وزار التربية بتفزي مجود في هذا الموضوع ولسه محتاجين مزيد في الجامعات حضرتك يعني منوضوع مشتغلناها في عام القرب مع وزار التعليم العالي تم إيفاد ومسرين من خمس جامعات مصرية يقصوت وقاهرة وإنشامس ومنصورة واسكدرية إلى أولاد المتحدة في مشروع على أساس يشوفوا السنترس اللي بتخدموا طلاب زي الأقف جماعة بتتعامل إزاي ورجعوا تأسس مراكز الخمسة دول بالشكل الجديد اللي احنا كنا نأمل به لكن فيه جامعات بادية من سنين طويلة حتى مراكز وعمل مراكز لدمجة اللبزة العاقة في الجوانب الأكاديمية والأنشطة مش بس أكاديميكس بس الكلام ده حيبتدي ينتشر أنا متأكد الفرق الجاية فدي الطالب يتشاف إيه احتياجاته والجامعة تتدي يتوفر له اللي يقدر يساعد على الدراسة الشخص اللي عندي عاقة بصرية يتوفر له المناعج ويتوفره يساعد الادميشن والكلام ده كله الحاجات كلها صوتية كمبيوتر رائز الشخص اللي هو الطالب اللي عندي عاقة مدنية يعني مثلا على مثال كنت قريب منه جامعة حلوات دي حضراتك كنا عاملين زي الشطل ما بين المدينة الجامعية لغاية المدرجات حسب جداول كل طالب الطالبة اللي كان ديها جداول في الأضرار العليا قبل ما يترك العسلسورات كان بيتعام نقل المحضرات في الدور الأرضي فدي كلها كالتأساب بتطلع من مركز خدمة طلاب زاوية العاقة إضافة لأنهم بيشركوا في كل ودي برضو السياسة الجديدة في المراكز بتطلاب بيشتركوا في كل الأنشطة سواء التدريبات سواء المحضرات الندوات الندوات تصقيفية حالات جنب النواحي الأكديمية فده أشكال متعددة للدمج أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه المدخلة